أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآهل محمد الأمة والمهديين وسلم تسليما ورد سؤال في كتاب المتشابهات الجزء الثالث للسيد أحمد الحسن عليه السلام ما معنى الآية أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع ثم إن ثلاثة أجنحة ألا تسبب اختلاع للتوازن؟ جاء جواب السيد أحمد الحسن عليه السلام الجناح المتعارف عندنا يستعمله الطائر ليرتفع ويرتقي في جو السماء وكذلك الملائكة عليهم السلام فهم بالأجنحة يرتقون في السماوات وكلما زادت هذه الأجنحة زاد ارتقاؤهم وارتفعت مقاماتهم وكل جناح بالنسبة للملائكة هو اسم من اسم الله سبحانه وتعالى فالملائكة مفطورون على معرفة بعض أسماء الله لا جميع كما هو حال الإنسان فالملك الذي يعرف اسما واحدا له جناح واحد يرتقي به والذي يعرف اسمين جناحا والذي يعرف ثلاثة أسماء له ثلاثة أجنحة وهكذا ترجمة نانسي قنقر